السؤال اللي بعد كده بيقول هو حلال ولا حرام اعطيت مبلغا معينا لشخص بانه هو يشغله وانا ليه الربح او مبلغ شاري حلال ولا حرام لو انا اديت فلوس لشخص عشان يشغله بشرط انه ويبقى فيه حساب ختامي في نهاية الايه في نهاية العمل مع بعض ده جائز وليس فيه شيء يعني ايه اللي حاصل هو يديني سي الف جنيه ولا الفين جنيه ولا تلات تلف جنيه كل شهر بس في الاخر خالص بروح عاملين ايه نعمل حساب ختامي لا والله انت لسه لك شوية ايه شوية ارباح فاخد شوية الارباح اللي عندي يبقى ايزا الفلوس اللي انا باخدها كانها فلوس تحت حساب الحساب الختامي يعني تحت حساب الايه ايه الحساب الختامي اللي هيحدد بشورة دقيقة قدي الربح وقدي الخسار يبقى ايه اللي حاصل يبقى لو حصل ان اخدت فلوس شهري ده مش يخلي المعاملة حرام ولكن احتاج ان احنا نعمل ايه في الاخر حساب ختامي حساب ختامي حساب ختامي عشان تبقى المعاملة ليست فيها اي نوع من انواع الغرر الذي هو يفضي الى الضرر اشتركوا في القناة